جدول الأعمال هو الذي يحدد مدى أهمية هذه الزيارة مدى النتائج اللي ممكن تحققها مدى قبول الجمهور فيها قبول النتائج وليس قبول الزيارة لأنه إذا زيارة بدون نتائج أكيد ما بدون إيها ولا بيوقفوا عليها ولكن إذا في نتائج بيتجاوزوا الشكليات لذلك أنا أقول أهم شيء جدول الأعمال لهذه الزيارة وليس شكلها كيف ممكن تحصل جدول الأعمال واضح وصريح وجدي ونتائجه تكون معروفة إلى حد ما مسبقا هل هذا الأمر حدث؟ حتى الآن لا فلشو نقعد النائش؟ مسألة شكلية لساعات وساعات ونحن لسه مش ضامنين المضمون خلينا بالأول نرى المضمون أين نوصل واضح أنه المضمون ووصل إلى نتيجة نهائية إن شاء الله إذا تمت هذه الزيارة لا يجوز أن تتم إلا على قاعدة جدول الأعمال محدد وواضح يحافظ على ما حققه جمهور رفيق الحريري ويحافظ على تحقيق تقدم ببنود جدول الأعمال سواء بترسيم الحدود أو بالسلاح الفلسطيني خارج المقيمات أو الأمور كتير تعلق بالعلاقات بين الملدين واللي بطبيعتها تحقق مزيد من استقرار لكل الناس واللي بطبيعتها كما قلنا في لبنان ارتياح على صعيد الاستقرار إذا كان هناك نتائج وجدول الأعمال ينعكس إذا كان بس شكل يعني إلا علاقة لبعض الأحداث اللي عم نشوفها وإخيرا عائشة بكر حتى يكون تحرك بها الإطار كنواب بيروت إلا علاقة هذه العلاقة اللبناني السوري أم أنه هي موضوع لبناني مذهبي لا أعرف لا أحدا جاب منه سيرة العلاقة اللبناني السوري بموضوع الأحداث الأخيرة اللي صارت لحظة موضوع الأحداث الأخيرة اللي صارت اعتبرت أنا بوقت من الأوقات أن انتقال بالمشاورات لتشكيل الحكومة من مجلس النواب مع الرئيس المكلف إلى الشارع صحيح أن حركة أمل أو حتى الزميل الحاج هانئ بيسي أكد بكل الاجتماعات أن هذا الاشتباك لا علاقة له بالمشاورات ولا بنتيجة الانتخابات ولكن بطبيعة حجم الاشتباك وكبره والأضرار اللي حققته ما ممكن تفصلها عن تأثيرها على المشاورات أو قراءتها لنتائج الانتخابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر